أهلا بكم زملاي في الستوديو أهلا بكم متابعين الحديث هو حول الموازنة لا ينتهي نقاط خلافية كثيرة وأيضا عجز مالي الحكومة تخصص 500 مليار دينار عراقي للمقاولين المسؤولين عن الإنشاء والإعمار والبناء المشكلة ليست هنا ولكن كيف ستؤمن هذا المبلغ هل ستؤمنه من قوت المواطن الذي يحتاج أيضا إلى دعم وإلى حلول عادلة ربما لدعمه في لقمة عيشه هنا تكمن المشكلة الحكومة العراقية دائما تقوم بطرح قوانين ربما وآليات لا يستطيع المواطن تحملها قامت بطرح سعر صرف الدولار وأيضا أقرت بأن سعر صرف الدولار في الموازنة القادمة لا يتغير سيبقى كما هو وهذا سبب عبءا كبيرا على المواطنين كيف يمكن أن يتحمل المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الأمنية الاجتماعية تحمل هذه التكاليف هل لدى الحكومة العراقية آليات أو مخارج ربما لتأمين هذه المبالغ هل ستعتمد والكل يقول بأن الحكومة يجب أن تعتمد على الانتاج المحلي أن تطور الانتاج المحلي أن تدعم الصناعات المحلية وأيضا تقوم أو تدعم تعطي الدعم للمشاريع الخاصة الشركات الأهلية يجب أن توفر الحكومة الإمكانات ربما اللازمة لإنشاء هكذا استثمارات خاصة بما أن الحكومة لا تستطيع توفير درجات وظيفية أو عمل أو تحسين مستوى المعيش للفرد نتمنى من الحكومة العراقية عندما تقر فقرات في الموازنة التي تدور حولها نقاط خلافية وخلافات كثيرة من جميع الأطراف أن تؤمن المبالغ أن تعطي الحلول قبل أن تعطي قوانين لا يستطيع الشعب تحملها إذن نعود الآن لاستكمال النشرة فلسطولية